رجعنا من الجديد يعني رح نبدأ الآن بأولى أطباقنا رح نحدث عن هلأ بداية إحنا رح نعمل اليوم خبزة يعني طبخة اليوم كوم وصفة الخبزة كوم تاني تماما هي خبزة سفنجية مثل القطن عليها توبنغ من فوق ما حصلش ممكن نعملها خبزة صغيرة وممكن كمان نعملها تكون خبزة كبيرة أنا رح أعملك على هوا صغير وعلى اللي جاهزة هلأ بي الفرن عم تجهز لحتى نقدم لك إياها على الكاميرا مباشرة رح تكون رغيف كامل فرح ناخد مقادير خبزة سفنجية بالثوم والمزارلة تشيز على الشاشة مع إبراهيم يلا نبدأ بالمقادير للخبزة اللي الشفعولة رح تعطينا أسرارها اليوم بدنا للخبزة سفنجية بالزبدة والثوم ثلاث أكواب من الطحين معلقة كبيرة من زيت النباتي نصف كوب ماء فاتر نصف كوب حليب فاتر نصف معلقة كبيرة من الخميرة ونصف معلقة صغيرة من الملح ونصف معلقة كمان صغيرة من السكر بدنا كمان للوجه 100 قرام من الزبدة المذابة ثلاث معالق كبار من باقدونس المفروم بابريكا بودرة وجبنة مزارلة أو تشدر نعم هيك يعني منبدأ بالشف بهذه الخبزة هاي خبزة هندية شف هي مش خبزة هندية سوونا خبز النان الهندي سوونا شباتة صحي بيكون رقيق أعتقد او 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 سوونا الشباتة سادة اليوم الأحرفة يتبع مي هي حليب وكمان سوونا بالبقدونس و الكوزبرة فسوونا كتير أنواع للخبز الهندي بالإضافة لأخبز البوري بس هاي الخبزة أنا اليوم فوتتها مع هذا الطبق لأن هذا الطبق هو وجبة رئيسية جاج وشوية كريمة وحليب جوز هند كتير زاكي وقدم به المطاعم الهندية في داخل مطاعم المملكة مع الرز الأبيض فهاي منفصل عن هاي مش مرتبطين بس الخبزة خطرة يبالي مبارحة قلت لازم أعمل لكم إياها بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ نعم لا استخدامتها مع الجنات لا ما يكون الفرق هلأ هذا أنا بحسه يعني طريقة استجابته للسوائل و للشغل بصراحة كتير أفضل فرق هلأ رح نحنط السكر 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 أيوان النشا بعدين الخميرة شوف الأمور كتير سهل و بسيطة بيكينج بودر اختياري إذا ما حبيتي ما تحطي خطيت أرجوك ما تفتيش وهي الملح كرمال عيونك تمام وبعدين رح نحرك شوي النواشف مع بعض الماء عندي فاتر والحليب عندي فاتر ما بدك تحطي حليب حابة كله تحطي مو يصير بس إبراهيم موضوع اللي هو الحليب بيخلي دائما العجين هاش لذلك في كتير ستات بيعجين وعجين المعجنات بحليب لأنه بيخليه كتير هاش هلأ هون رح نحط تقريبا معلقة كبيرة من الزيت النباتي تمام أحركهم هيك في بعض تمام وبعدين رح أنزل عليهم الحليب الفاتر والماء الفاتر هلأ إذا حسيت أنه بدها سائل كمان حطي لأنه أنواع لطقين دائما تختلف من مطبخ لمطبخ وحتى من بلد لبلد نعم صحيح فيه فيه تطور فيه فيه تقدم عندي مش أكيد مش همحيه عشان محنا يفهمنا غلط أكيد شف عم نتعلم منك وأكيد كل الأشخاص اللي عم تعبعونا الآن عم بيتعلموا بنا نصبح كل الأشخاص اللي عم بتتفعل معنا عبر الفيسبوك من صفحة التلفزيون الأردني إنشيرا حباشني من صبح عليك من الكرك وأيضا سناء صالح يسعد صباحك شيف علا ويسعد صباحك مرحيم بتحب تصبح على أمها وأبوها أولادة أكيم نصبح عليهم جميعا يحيى مفلح الخطبة بيصبح علينا وأيضا أم مالك اللي سماضي صبح علينا وأم كامل الخطيب فاطمة الحراحشة وأيضا أم مالك وبعبود الكرك نعم تحياتنا لإلهم جميعا ونصبح عليهم أم زيد أيضا وصبح عليهم عسل شايفين أنا على العيار بالضبط لإني أنا مستخدمة هذا لطحين سابقا فأكيد العيار مية مية هلأ يفضل براهيم إنها تكون الخبز دائما معاي هشة أي نوع في الدنيا عجين معجنات خليها يعني توصل لمرحلة إنها تدبأ في إيدك لما بتدبأ بإيدك وترتاح ترجع بتلم تمام بس لما تكون هي بهذا الشكل يعني هلأ هون بهذا الشكل هي جامدة هاي جامدة تمام إذن هذا سببه اختلاف أنواع لطحين كيف بطريها كمان شوية ماء فاتر بس يعني الحل كتير بسيط آه مرة بتذكر أنزلت ماء قلت لي زيد على العجينة ماء عدناها الوصف طلا منسوي شوية نقطة وبنوصل لمرحلة إنها تلزق بإيدنا لما بترتاح خلص كون عشان كمان ها شاير ما تذكرت الموقف شو؟ لما قلت لي زيد ماء وزيدت الماء رحنا جبنا طحين ولمنا وأنقذنا الموقف إيدي باركة بحب أزيد مائني آه هو هذا الموقف كمان بصير مع كل السيدات يعني والسبب دائما أنه لطحين اللي مش بغوشنا بس اختلاف أنواع لطحين هي السبب تمام؟ هلأ أنا هون هاي ها حطيتها بهذا الشكل ورح أخليها شو تسوي إبراهيم ترتاح قده؟ مده؟ هلأ أنا بدي إيها ترتاح شوية عشان اتمد معاي بعدنا رح أخليها ترتاح بنفس الصينية نص ساعة رح نخليها ترتاح وهلأ نستعرض مقادير كورما هندي كورما هندي يلا كورما الدجاج إلى مقادير الكورما الهندي لنقرأهم مع بعض ونشوف شو منحتاج نحتاج لنصف كيلو صدور دجاج مسحب وبصلة مفرومة ناعم وثمتين مهروسات معلقة كبيرة من زنجبيل المبروش ثلاث قطع زبدة سمنة أو زيت ومعلقة كبيرة من معجون الطماطم كوب حليب جوز هند كمان نحتاج لكوب كريمة طبخ كوب لبن رايب معلقتين كبار من الكوزبرة الخضرة المفرومة القليل من الماء المغلي ربع كوب لوز محمص ومطحون ملح وفلفل كوزبرة وكمون وقرام مسالة نعم قرام مسالة قرام مسالة بهار هندي بابريكا وكاري وللتقديم بدنا أرز أبيض يعني هاي هي المقادير المحتاج أنا بس أريد أورجيهم إبراهيم هايها عم حطيتها أمامكم ممكن نسويها رغيفة كبيرة زي خبزة رمضان تقريبا تمام وبنحط عليها اللي هي هلأ بنكمل باقي الخطوات بس أنا حبيت أحضر لكم إياها أمامكم ومسبقا لحتى الستها كتوصلها المعلومة دائما بكل شفافية تمام؟ يلا شكرا لها لديد ونروح نقول بسم الله يلا لحتى نسوي طب خدمة معك صوفيا زواهري أم حنين شكرا لك شف روعاتك دائما مبديعة أم سيراج المشاهري سعد صباح كل خير شمس النهار أم أحمد شمس النهار صباح الألوان الحلوة واللون الأزرق متفق عليه بأنه مريح للحالة النفسية بشكل عام هو مريح وكمان مبهج صحيح بس يعني الغوامة إلها إلها فرونقها بس بعلم النفس قرأت مرة بأنه لون الأزرق بريح بعمل ريلاكس المهم أنه لا بإلنا بس إحنا المهم متفقين أم أحمد أم مالك السعودي من محافظة الطفيلة بتصبح علينا من وجهلك تحية وأكيد لكل أهل الطفيلة أسيل التباعي صباح الخير مكونات الخبز استعرضناها وهي مكونات من الطحين وملح سكر بدنا بيكينج باودر وبدنا نزيد المي مي أو حليب والأساس للعجين آش خميرة ممتاز طالب مجهيب معنا اتصال شبنا نأخذه من المعجلون شيرين معنا عبر الهاتف من صبح عليك يا شيرين أهلا أهلا وسهلا كيفك إبراهيم نير الحمد لله انت كيف هيك شيرين الحمد لله قدي عمرك 11 سنة 11 سنة بتتابعينا دائما اه يا سلام والله يا نيالنا هاي شيف معي ألو صباح الخير صباح النور يعني على الصوت أنا حطت فيك 8 سنوات سبع سنوات تف تف العمر قدامك يا عمر حبيبتي الحمد لله كيف حالكم الحمد لله أخوي يومي 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 يحتو معكم حبيبة قلبي أهلا وسهلا فيكم يا عمر بكل ساعة و بكل وقت تحياتنا إليكم للماما كمان سلملنا على الماما مرحبا أهلا وسهلا يا سيدنا عليهم أكيد كورما هندي اللي هو بيكون طبق انديان ممكن يكون بيف ممكن يكون شاكين ممكن لحمة ممكن دجاج هلا إذا بدكم الصح هاي الطبخة بتنعمل بسمنة ولكن احنا في مطبخنا هون ناحية صحية نعم من ناحية صحية من ناحية كثيرة أنه أخف ممكن تضع زيت ممكن زيت ممكن زبدة لا بهاي الطبخة مجزعة لا مجزعة أبدا فممكن أنت تضع زيت وممكن زبدة أنا بصراحة حطيت زيت نباتي وحطيت زبدة تمام هلا رح أنزل عليهم اللي هو بصلي مفرومة ناعمة لهذا الشكل ممكن تستخدمي أبيض أحمر زي ما بتحبي نحن خليها تدبل ونروح ندعمها برشة ملح عشان تلحق تدبل بسرعة وبنفس الوقت ما تاخد لون وبعدين بنزل عليها التوم المهروس والزنجبيل المبروش هلا بهاي الخطوة قبل ما ينزل الدجاج قبل ما ننزل البهار لماذا؟ لما البهار ينزل على المادة الدهنية على درجة حرارة الغاز بيعطي ريحة وبيعطي طعم أقوى حتى لو كان البهار عندك بالخزانة قديم من ناحية نزيج أو مبرد لما تعمل له صدمة في المادة الدهنية على الغاز بختلف معك كثير الشغل تمام؟ فهلا رح نقليهم معك برهن نعم أسيل بتصبح علينا مازن الزاهري بيصبح علينا رانا أم أحمد وأيضا جمانا القيسي وعمر بركة مازن الزاهري وهدى إرشيد انتم روعة شكرا إليك بيعنا اتصال أيضا من سماح سماح بيصبح عليك عبر الهاتف معنا اتصال سماح صباح الخير إبراهيم صباح النور أهلا كيفك؟ ممكن أشبك؟ تمام ألو صباح الخير يا سماح صباح الورد كيفك؟ أشلقت وأنورد هلأ يا أمر حبيبتي استقنالك والله حبيبتي تشتقلك مكة سهلا حبيبتي ومعيد على أمي وخلاتي حبيبتي يسعدك أهلا وصحة فيك ومعلم وليك على الطبخات حبيبتي بالخدمة جربت أشي من طبخاتنا؟ أكيد أكيد أكلاتي كثير 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 سهلة وذاكة كثير حبيبتي صحة وهنا وعافية وسلامنا العائلتك الكريمة ومعلم أفهمة لللزانيا ما هي اللزانيا هذه المفروض كانت اليوم بس إن شاء الله اليوم بأعملكم إياها إن شاء الله حبيبتي أهلا وسهلا فيك تدللي أهلا يا أمر تمام هلأ إحنا حطينا زبدة وزير وزنجبيل وتوم وبصل فلأ شوية بلو معانا هلأ بنزل عليها البهارات هلأ البهار هو ملح وفلفل وقرام مسالة القرام مسالة هو عبارة عن ابهار هندي الخليط هو كلقاتي كثبرة للي ما عندها أو بعيد عنها العطار كثبرة ناشفة مطحونة كاري اللي هما بيحكو له الكاري الأخضر تمام فيه كاري أحمر اللي هو بيكون حار رح نحط كمان تشيلي باودر اللي هي البابريكا المنشفة المطحونة يعني بابريكا حارة أنا هاي مش حارة حلوة عشان الشباب الطيبة بعدين رح أحط كمان جرام مسالة أدعم شيف هو حار صحيح؟ هو المفروض إنه حار بس يعني ممكن السيت إنها تغير بدرجة الحرارة حسب عائلتها أصلاً حتى بالمطاعم الهندية يسألوك بسراحة الهندي إذا ما كان حارة كل الطعم سيختلف تماماً سنضع كمان تماماً وفلفل ومل هاي هي الخلطة وكمان بيكون فيها أحياناً وممكن يكون فيها كوركم وممكن يكون فيها وممكن يكون فيها في زنجبيل زنجبيل يضع نفرش لكي يعطي النكهة الهندية القوية شيف الزنجبيل دائماً موجود بأغلب الأطباق صحيح؟ طبعاً هم بعتمدوا عليه بشكل كبير جداً حتى بالأطباق العربية ويضعه بذخة يعني بيكون موجود بالأطباق العربية حتى مطباق يوم جديد قداموا فيه للزنجبيل وقداموا فيه وفي الزنجبيل مؤقم للأمعاء بنشط الجهاز حتى للذاكرة يعني فيه كثير أمور للزنجبيل جداً مفيدة هلأ هون أنا قلت المادة الدهنية والبصل وغيره حتى تلبهرات هلأ بنزل قطع من الدجاج زي ما هي وبدعمها هلأ هون بشوي من الماء المغلي وبخليها تستوي بنفس الطبق لحتى تنكه معاي المادة الدهنية ومعنا التصال يا الله عليك صباح الخير صبح عليك يا رب إن شاء الله أمورك تمام الله يسعدك يا رجل الله يرضى عليك أهلاً وسهلاً يعني كل عام وأنت بخير وأنت بخير والسلامة وإن شاء الله دائماً يعني أنت وأمهاتنا إن شاء الله دائماً تكونوا موجودين بحياتنا أنتوا بركتنا والأساس نعم الله يسعدك كل عام الخير لزوي الساكولة تفعول كمهن الله يسعدك يا أمي أهلاً وسهلاً صباح الورد أهلاً فيك صباح النور حبيبتي الله يرضى عليك أهلاً حبيبتي قلبي كل سنة وأنت سالم أهلاً فيك وأنت سالم وأنت كمان كل عام وأنت بخير وسلامة وأنت بخير وصحة وسلامة أهلاً يا أمر الله يسعدك يستموديك على الأكلات الزاكية حبيبتي شوفي معانا الطبخات للنهاية كثير سهلة وكثير طيبة الله يسعدك الله يسعدك وكل عام لك كل أمن شاء الله في الأردن اللهم آمين الله يسعدك يا رب أهلاً وسهلاً فيك يا أمر الله يسعدك حبيبتي العافية هلا هلا تمام إذن إحنا نزلنا الإبهارات وشوحت معاهم قطعة الدجاج هلا الدجاج لما أشوحه بياخد لون من بررس هو من جواناي كيف بده يستوي وعشان يعطيني دسمة الدجاج والنكهة مش بس تصير أنها طبخة مطبقة وفيش طعم فبروح بحط تقريباً يعني نس كاست الشاي صغيرة مون أو بفنجان القهوة زي ما أنتوا شايفين أمامكم بس لحتى يعطي جولة الدجاج إنه يبلش يستوي تمام؟ وبخلي على نار هادية وبعدين أكمل الطريقة هلا أنا أريد وقت عشان يستوي تمام؟ فأنا هون مجهزة كمية هايها مستوي جاهز هايها هل أخذ مع وقت؟ نص ساعة نص ساعة وحسب كمية الدجاج المستخدمة سادة يعني كمية منيحة تعتبر هلا هون أنا براهيم بدي أجهز اللي هي الخلطة اللي بدي أحطها تبعة الكورما اللي هي عبارة عن كريمة طبخ كاسة رح أحط كمان كاسة من حليب جوز الهند طبعا بكارفور موجود دينار حق العلبة مش كتير غالي بالنسبة لكريمة الطبخ كمان رح أستخدم كوب وانتي برجع إليك اللي هي أديش تحطي المقدار معجونة طماطم التومسا رح أحط منه بس معلقالة حتى أخلي اللون يميل للإحمرار متل ما هو موجود في المطاعم تمام؟ رح نحط شوية كمان بابريكا معك إبراهيم نعم أبو يزن الخوالدة من صبح عليك مازن الزاهري أكيد أرقام الهواتف موجودة على الشاشة في حال راغبين بالاتصال ونحن أيضا نكون سعيدين نسمع صوتكم خول العبادي صباح الخير يوسف محمد أيضا بتصبح علينا حم نايف ودعاء رائد أيضا صباح الخير لإلك تمام شايف الأمور سهلة وبسطة جدا سهلة كثير رح نروح ننزل كوب لبن رايب أو لبن زبادي زي ما هو متوفر كله نعمة وبيمشي تمام بعدين رح أنزل كوب من حليب جوز الهند طبعا ليش أنا ما نزلتهم مباشرة فوق الخلطة عشان أنا أتأكد بأنهم امتزجوا مع بعض تماما مش اللبن يفك عن الخلطة اللي أنا حطيتها في داخل الطبخ والكريمة رح أروح أحط مص الكمية مثلا وأطبخها على الغاز إذا هلقيت إنه بدها كمان بزيط بعدين رح أنزل كمان من هون رشة من البابريكا أنا حطها حلوة برجع بأكد جرام مسالة عشان أعزز النقر مزيج غريب إحنا عم نحكي حليب زوج الهند كريمة ولبن آه بس الطعام رهيب هلأ إذا بدك لستغنى عن اللبن بصير ثم كثير بحطوا لبن طبخاتهم نحط معلقة من معجون الطماطم تعطيني النكهة اللي أنا بدي إياها تمام؟ نخلطهم مع بعض معك إبراهيم تمام تمزجيهم مازان الزهري اقترب شهر رمضان مبارك لإجراءاتكم بالقطايف وإعلامنا على خير إن شاء الله ما بنقصر أكيد شف عمدتي قطايف السنة الماضية أنا من الأشخاص اللي جربت وصفة القطايف للشاف السنة الماضية شوف القطايف أنا عن عائلتي بتحدث هلأ يمكن هي شوي غريبة لأننا لا نقوم بعمل للجبنة القطر اللي هو القطر طبع الماء دعنا نعجب الخبز أكيد إن شاء الله تكون أكيد زيد الخوادر يصبح علينا هاني القضاء ونرمين في حال وجود أي أسئلة نحن جاهزين نحن لا نضع قطر ماء للجبنة والإشتاء وكثير كان في استهجان للموضوع كيف أطر حليب وكيف وليس ولكن عندما تدوء طعم ليس طبيعي سأستغل الفرصة في هذه الأيام سأقوم بكم إياها لكي تدوءوا وتجربوا وتجهزوا حالكم لرمضان أكيد أنا لازم أن تكون موجود أبشر من العناية تفقنا شف معنا اتصال شف عبير معنا عبير عبير صباح الخير صباح النور كيف حالك؟ أهلا كيف حالك؟ بسم الله تمام الحمد لله تمام تابعينا دائما وصفات الشف وصفات الشف ما شاء الله عليكم طبخاتكم مستبة ما شاء الله شكرا وصفات الشف شو رأيك؟ عم تطبقيها ما شاء الله عليها لا نزربها ما شاء الله عليها أهلا يا أمر صباح الورد صباح الخير كيف حالك شف ما شاء الله عليك طبخاتك مستبة حبيبتي يسعدك فيكم البركة عجبيتك الطبخات؟ عبير راحت عبير أكيد منشكرك على اتصالك ومشاركتك أم أمجد شلش في ضغط على الاتصالات ظل يجربي وأكيد إن شاء الله راح يزبط الخط سمير السرايلة نصبح عليك أكيد هدى الرشيد صباح الخير طيب شف أنت حطيتي الدجاج على الصور الآن الدجاج قلته مع البهارات لما استوى هاي هون أنا بستنى هذا يستوي عشان أعزز وأزيده على الطبخة لكننا نعطيها وقتها وانتبخوا تجهز أمام الجمهور أفضل بكتير طبخة الكورمة كورمة الدجاج كورمة اللحم من شمال الهند تحديدا أساسها الأول والأخير هو عبارة عن اللوز المحمص والمطحون اللوز النصاص أو أربع تبع المنصب تقليه بشوية زيت وتجليه يبرد لما يبرد تطحنيه ناعم 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 نعم يعني إحنا كيف حطيت؟ تقريباً ربع إلى نص كوب هاي الطبخة هيك أساساً آه بس هو هذا أساسها فمش لازم أستغناء بس هاد بدوق؟ شيء؟ اشي بشهي هلا بدوق طيب معانا اتصال الآن عبر الهاتف مين معنا؟ ألو صباح الخير ألو أهلاً مرحباً كيف حالكم؟ أهلاً وسهلاً مبسوطين اسمعنا صوتك بس اسم طيب 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 معكم أهلاً أهلاً هلا والله أهلاً وسهلاً مرحباً مرحباً أهلاً مرحباً أهلاً يا أمر أهلاً نورتنا سلمينا على الماما أهلاً وسهلاً أهلاً وسهلاً أهلاً شف نأخذ فاصل نرجع نكمل معنا أحمد مبيضين على الخط رح نقول صباح الخير وبعدين فاصل نأخذ أحمد أحمد صباح الخير معنا اتصال أحمد مبيضين مش هيك؟ نعم صباح الخير أحمد أهلاً أهلاً هلا والله سأعطي العاطية الله يعافيك يا رب أكبر أحكي مالوك نورو خلال السباح ما سمعت ممكن ألو سيد أحمد صباح الخير سلامات هلا سلامات الله يعطيك العاطية هلا كلها الطيبة والله شكراً الله يسعدك يرضى عليك شكراً كلها مطلق من الله صلى الله عليه وسلم الله يسعدك فيكم البركة بشفيلي ملاحظة صغيرة اوه مرسيدي تفضل الكفكير اللي بتحرك فيه الطبيخ نعم راسلته ملاسك راسلته ملاسك الكفكير اللي بنحرك فيه الطبيخ هو إشمالك نعم اللي فيلك هذا راسلته ملاسك هذا الملاسك ما حرر شديده بتفاعل تمام صديقي هلا بجربة تمام حياك الله أهلاً وسهلاً وصباحك سعيد تمام سيدي هلأ فيه عندنا شيء اسمه بلاستيك وفيه عندنا شيء اسمه ستيل وفيه عندنا شيء اسمه كوشو وفيه عندنا شيء اسمه سباتول هذا السباتول معالج صحياً ومراقب لأنه إذا كانت بلاستيك إذا شمت النار بتسيح بتسيح وبتسمم أكيد وبتسرطل هذه المعالج خاصة لطناجر لجرانيت الحديث الموجودة بالأسواق لحتى ما تأحط للطنجرة وكمان ما تسمم للأكل هلأ أنا لو رحت جبت لك مثلاً خلينا نقول لو جبت لك مضرب ويسك ستيل وحركت بالطنجرة رح يأحط الطنجرة واحد اثنين رح يطلع المادة الموجودة بالطنجرة على الأكل لذلك هاي الطناجر نستخدم لها الويسك اللي هو مادة خاصة مش بلاستيك آآ مش بلاستيك نعم فهذه الإسبتول خاص لهاي الطناجر وخاص للطبخ ومراقب صحياً وبرجع وبقول يا جماعة الخير ما في شيء يطرح في الأسواق ضد سلامة المواطن أبداً سلامة المواطن دائماً لأساس والإنسان أغلى ما نملك فاصل ورجع قليكم عنه نحن فاصل ونرجع يلا على طول نعم رجعنا من الجديد يعني مع هالمنظر الي بشهي وأنا دقت يعني تحت الهواء أغشيتش نعم لازم ما بتقدر طعم ولا أروع فعلاً نعم بس بيعتمد هلأ درجة إذا الواحد بحبي يكون حر أولاً نعم أنت استخدمت بابريكا ليس حارة حلوة والحارة ليس كل الناس تحبها فهي بابريكا حارة تكة واحدة منها هيك بتقلب الطبخة بس جداً زاكرة بس هي حارة أسكرة إذا بدكم الصح صحيح هلأ بالنسبة للخبزة عجلنا العجينة هاي ها شوفوا معاي كيف رتاحت وصارت أمورها تماماً هون رح أروح أنزل زبدة مدابة آه زبدة زبدة مدابة حصراً ما بصير صمنة وما بصير زيت و بعدين رح أنزل عليها بقدونس مفروم هايك بهذا الشكل و بعدين ملح لأنها الخبز شوي ملح للفطور تمام و بعدين رح أنزل عليها توم هي مش حلو هي مالح فالياً آه فيها هايك لسعت ملوح كتير طيبة تمام هايك بعدين رح حط توم معك إبراهيم محمد سلمان مصبح عليك أكيد ايش في حلويات غير القطايف ممكن في رمضان تكون صحية هاي حلو أشوف القطايف بصير تشويها شوي مش قلي ممممم.. كتير سهل حتى ممكن أنك ما يعني القطر في الأدور وممممم كلي خفيف زي الماء يعني بتصير كاسب كاسة كاسة سكر بكاسة ماي بس ما تخلوه تقيل زي قطار اللي كنافي مثلاً أو الوربات إحنا هذا خلصنا منه وهذا خلصنا منه وهذا التوبنغ صار جاهز أذهب بأعملها خبزات صغيرة قراس أو زي ما حكيت لكم خبزة جامبو قسم الآن أكتب تحتيها زيت أو زبدة بخاخ بهذا الشكل عشان من تحت تطلع درجة حرارة المادة الدهمية وبتعطي جو أنها تتحمل خبزتي من الجوانب وألقى بعدين بروح بجيب خبزتي شايف اللي كانت تلزق بطلة تلزق صارت تلعب لعب هلأ أجلناها كتير مهم درجة حرارة الحليب والمي هلأ بروح بمدها طبعا هلأ هاي هل هي خمرة بالدرجة المطلوبة؟ لا بعد ما أعمل هذا الشغل اللي هلأ رح تشوفوه بتخليها كمان تخمر تلت ساعة نص ساعة يعني تقريبا هلين بتفوتيها فرن معك إبراهيم أعمل عجينة إلها أسرارها هي خطوات يعني أحيانا نترك بسير بس بطريقة التحضير أحيانا الوصفة صح 100% بس طريقة التحضير خطأ أو استعجلت السد فبالتالي تخرب معاها القصة كاملة نعم نصبح على أسيل أسيل المكونات مكونات استعرضناها وموجودة يعني بس موجودة على الفيسبوك لايف إذا من نرجع شوي بالوقت وأيضا رح تنزل بعد قليل على اليوتيوب ومواقع التواصل اللي هرح ضلها موجودة عليها أيضا أم يونس بتصبح علينا انشراح الحباشنا صباح الفل على الناس الحلوة شكرا إليك إذا فيه أي أسئلة بخصوص طبق اليوم سواء كان العجينة أو الخبزة اللي عم نعملها الآن أو الطبق الهندي اللي أنا بظل أنسى اسمه كورما كورما نعم ثائرة صباح الخير لإلك سدين ملكاوي صباح الخير شيف الله يطيك العافية على الطبخات الزاكية وأيضا أم أحمد حنتولي يسعد صباحكم شيف في علا ممكن تعمل الكبة البرغل المقلية خلال الأسبوع إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله هذه الكبة لازم الأطباقة الموجودة على صفرة رمضان أكيد هلأ هذه التشكيلة أنا صويتها بخبزة رمضان قبل هاي نحن نسميها خبزة رمضان لأنه بنحرفها برمضان اللي هو الأرس الكبير صويتها بهذا الشكل منه بتقعد الأشياء اللي بدي أحطها على وجه في قلب الخبزة ومنه لما قطعها رح تعطيني شكل تغلغل نعم هلأ هون هاي الخلطة التوبنج اللي عملته ثم فقدونس طبعا من باب التذكير بالإضافة للملح راح نروح نجيبها بسم الله الرحمن الرحيم ونحط يعني لحالها بتشهي فعلا وهيني وهذا مش بيض هذا زبدة زبدة أيوه الله يسعدك شكرا لتميه لأنه ممكن سبتة تفكروا أنه بيض هاي زبدة بتخلي الخبزة تقرقش و بتخليها كتير طيبة وكمان تعطيها لون حلو بتستوي بعدها بالفرن او لا تركيها نصف ساعة نريد أن نتركها لما تتركها سترح تراجع تلاقيها علية بزيادة نعم خمرة الضعف حجمها هاي التوبنج تسوي لنا كمان الرغيف مثلا بعدين على الخطوط اللي أنا حطتها ممكن فيك هاي الخطوة أو فيك إنك تبعد عنها اللي هي جبنة مزرلة شيز أو شدر ممكن تحطيها في داخل الخطوط اللي احنا عملناها بتعطي طائم او إنه ترشها رش أو بدون صح يعني هاي اختيارية للناس العاملة داية هالأصص معك إبراهيم يعني لا بتخيل المزرلة إلها على العجينة زاكية زاكية محمد سليمان أيضا شكرا إليك جزيلا ومالك السعودي بتصبح علينا ونجوة لا جوابك أسمهان مداد حام يسلموا الأياد دي تحياتي من الكرك وحورية أيضا بالصبح علينا وبتعيد على أمها وورد الشام صباح الخير معنا اتصال أناهيد عم تحكي معنا من صبح عليك صباح الخير أهلا صباح النور كيفك إبراهيم تمام أنت كيف حالك الحمد لله الله يسعدك يا ربي صباح الخير شف علاء يا صباح العسل والفل والياسمين يعني إذا ما بس بصوتك كل يوم أنا شف علاء بنجن ليش سلامتك من دجنوب لا بحب صوتك كتير كتير بحب ببطئي هيك برتاح لما بس مصوتك حبيبتي الله يخليكي وإن شاء الله يريح بالك وبظلك دائما هيك مبسوطة ومتفائلة أتمنى يا رب حبيبتي سلم أدىك على الأكلات في الشحي أنت بالذات بتتدل اللي بيطلع لك يسعدك خليليك عمرك يا رب وصبع لأمي وأبوي خليل أمارة يا حبيبتي الله يخليهم يا رب يسعدهم هلا يا أمر أهلا وسهلا فيك تمام إذن أنا هون إبراهيم الخبزة صارت عندي جاهزة رح أروح على الفرن قرف في الأوسط 220-300 مش كتير حر لحتى يعطي جولة العجينة حبيبتي أشيك شكرا سدين ملكاوي يسلموا إيديك يشف علا وأيضا معنا أتصال نور من عمان نور صباح الخير صباح الخير كيف حالك الله يسعدك يا رب كيفك شيف في أخبارك هلا يا أمر صباح الور لا يسعدك بداية أنا أحب أشكرك على الأكلات الزاكية وحب أسلم من خلالك على حماتي الله يطول لنا بعمرها يا رب وكل عام هي بخير اللهم أمين حماتي هدى الشيد من أكبر متابعينك حبيبتي الله يخلي لك حماتي يديم أصلك من الساعة عشر وعشر لنهاية البرنامج ما حداش تحكي معي أنا بتابع على نهيرو يا حبيبتي فيكم البركة تحياتي إليك والعائلتك الكريمة وحتى الحماتي شكرا على طيب أصلك الله يسعدك يا رب أحلى إشي فيك من النوع اللي بتعطي التفاصيل وهي دقة الشيف اللي بيعطي التفاصيل فيها يعني والله قدر المستطاع حبيبتي هاي مسئولية في أعناقنا وإحنا هون هذا المكان هو تشريف قبل ما يكون تكليف قبل ما يكون تشريف فإن شاء الله إحنا نقدي الرسالة أنا وكل زملائي على الشاشة الأردنية إن شاء الله نقوم نقديها بأمانة أهلا وسهلا فيك يا أمر تحياتي إليك وأحمدك كمان مرة أكيد نموجه لها تحية نعم شف عدي بصبح عليك يسعد لنا أحمد ممكن استخدم اطحين القمح بالعجينة طبعا بس أش بدها تزيد المي كتير منيح كتير لأنه القمح بشرب طوحين القمح كتير بشرب وإلا بتطلع الخبزة آسية مهم 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 إبراهيم عايد على شفنا سلام خاص ثائرة العربيات يسعد روعة عواد صباح الخير إليك شف يسم أديكي نعم ونشمية أردنية سعد صباحك شف أمعون معلش أسأل شف وين بنلاقي معجون الطماطن بإربط موجود بالمؤسسات كل المؤسسات كل المؤسسات موجود نعم ومحمد مبدع مبدع يا أحلى شف يسعدهم شايفين أنا المرلقة هون ما عم بخليها تمسك قاعدة طنجرة عم بخليها بعيدة الستيل آمن على المادة الغدائية ولكن إذا حطيته رح شوية شوية خلي المادة تاعت التناجر كمان نراعي إبراهيم أنه مش كل التناجر في بيوتنا واحد كل واحد عنده تناجر مختلفة ومصنوعة من مواد مختلفة فأنا عم بحمل الرز بعيد عن القاع إذا أنتم لاحظين لهذا السبب نعم شوفي أحكي لك شغلة وبعروفة عادة يعني الأم إذا الواحد بده يزاعلها يمسك معلقة حديد شكرا يمسك طنجرة أو المقلاي وشوفوا بمعلقة حديدة عم بستعمل دائما معلقة خشب عشان ما تجرح ليها هاي جملة الأمهات جميعا فإذا أول ما نفوت على المطبخ يعني إذا نفوتوا واحد من الأولاد ديروا بالكم معلقة الحديد لا ويا ويلك يا بوصل الصوت عم ضربوا علي تحياتي لوالدتك إن شاء الله لعمر كله لإله هاي عرب تحية لكل أمهات أكيد يال هاي رشة كوزبرة نحن نروح نحطها على طولتنا للتقديم وبعدها نشيك على خبزتنا أنا حطتها تاخد شوية قاع و لون حلو أم أمجد شلش بتطبح عليكم منها ومن أمي أم بسام شلش ادعو لها بالشفاء أكيد الله يقومها بالسلام دائما ويشفي كل المرضى اللهم آمين يا رب إيلين الشعار أحلى وأروع شف هلأ هون ستوت طبختنا براهيم صح جاهزة أه أيوه إيش ليش صار فيه لون من معجون الطماطن آه بورتقاني أيوه تسبكت هلأ هون بروح بحط رشة كبيرة من الكوزبرة وبزيح طبختي عن الغاز ليش عشان ما تسود الكوزبرة ويصير طعمها إيش مختلف بالذات يعني بقدونس كوزبرة نعنع بهاي الطبخات بنحطه أخضر وشوفي بيضلونه أخضر لو الخليط ساخن المهمة يضل على الغاز يغلي تماما؟ لحتى أحمي الجبن من فوق ما تاخد كمان لون زيادة نعم بهذا الشكل وبعدين بطلع خبزتي لحتى أشوف إذا لونها صار مية مية وخبزتي صارت ردي قد أخذت وقت أجمال أن تشوف يعني هذا خبز هذا فورا كهرباء مش زي عيون الغاز اللي هو اللي موجود في كل البيوت فهلأ هون أخذت نص ساعة على الغاز العادي ربع ساعة والسلام يا الله بسم الله الرحمن الرحيم بدنا ندوغ ولا لا والله أدوغك وعد الله شايفين خبزة أمورها طيبة تماما شوال أخذية ملات بدها نحمصها أكثر لا لا نظر دصة عدد آخر يا الله يا بطل معاك إحنا أي سؤال هو ضل هو هو ضل في أسئلة يا باشي نرجس الحنيني بتصبح علينا صباح الفل وخالد الخوالد بتصبح علينا وأيضا إبراهيم الموسى نعم ووردة فلسطين مبدعة شوف وتحياتي إليك الأستاذ إبراهيم شكرا إليك أم لين شي بشهي شوف ويعطيكي ألف عفية الله يسعدهم أجمعين يا رب أم عون معلش بدنا حلقة كاملة لسا نبوسك والحشوات كلها قبل رمضان لازم هذه التحضيرات إن شاء الله هلأ كم يوم بإذن الله أم عمر العموري اكتبوا مقادير الخبزة مقادير الخبزة يالله كالتالي ثلاث كسات طحين ثلاث كسات طحين بعدين ملح بيكين باودر خميرة ملح ملح حكينا ملح وسكر أيوة بيكين باودر حكينا حليب دافي حليب دافي أو مي دافي وممكن نستغني عن الحليب ونستعمل مي بس وسيفضل كاسة حليب وكاسة مي إليك مني صحن كور ما كبير خلاص بعدها للتسميع هذا هاي مقادير الخبزة مرة أخرى معنا مشكر زملاء أنا أكيد لتعاونهم دائما نعم الله يرضى عليكم هاي المقادير عم تظهر أمامكم سكرينشوت سريع بوجهك على المطبخ من تحت إيديك العجين دائما أطيب سمي ولي بسم الله واعجيني وإن شاء الله يا رب الله يعطيكم الصحة جميعا وتضلكم اللي عم تسمعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا تضلكم بصحتكم وعفيتكم وتعجنوا آه حلى الخبز يلا طبخة كتير زاكية بطيبة وبرضه كمان إيش ما تكون تكاليفها بضل هلأ بالوضع الراهن أضعف الإيمان لقمة البيت لو كانت صح نزيت وزعتر نعمة وفضل صح؟ صح شكلهم مش عاشفة هذا لازم أفطر وأنا لازم أفطر قبل الهواء الهواء؟ ليه؟ قبل قبل فقرة المطبخ ليه؟ عشان بس أشوف الأكل هيك أضرني مسحصا طيب هلأ بقول الله رح أدلل أما أنا عارف أشوف عشان تكونوا عارفين دائماً بتدلل ويعطيك ألف عافية سيسعد قلبك يا رب هاي كمان رشة من الكزبرة الحضرة على الوش طيب كل الأشخاص اللي عم تفاعلوا على الموقع التواصل الشميع للفيسبوك لايف أشقدر ما أحطي براهيم أعدلني سناء نبهان إيش فقال لازم صراحة أشقدر أشقدر ما أحط أشقدر ما أحطر يلا قول قول معك خالد الخوالدة أماني دحلة وأيضاً أم عبد الله الشاعر أم يوسف المصري نرجس الحنيني وحورية البحر فاطمة الحواري فادي تفتح النفس الله يسعدهم إن شاء الله نكون عند حسن ومعبود عودة إيمان العزازمة وإبراهيم الموسى ولوزانة دحنوس نعم وجهرك دحية وخالد الخوالدة وهودا كريشان وملك محمد الأدوان يعني شكراً لكم شمس النهار طبعاً شكراً لكم تفاعلكم دائماً فعلاً قد حلو يكون فيه تفاعل من المتابعين ويكونوا منتبعوا يعني منتبعوا كل شيء طبعاً طبعاً نشاهد على قدر عالي جداً 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 من الوعي صحيح وبعرف كل شيء والأمور واضحة للجميع لذلك يعني قدر المستطاع نجتهد لحتى نرضي الجميع حطت فلفل حر تشيلي أحمر طازة طبعاً وهي كمان رشة من اللوز حمصي خلي يبرد وبعدين الطحوني تمام؟ ممكن ممكن نحط رشة من البصل الأخضر الاختيار رح أحط شوي إشي بسيط بهذا الشكل وقرص مدام فيه فلفل مرطي اوه إشي بسيط وبعدين نحط برضو لغايات التأديم مع الأصغيرة من الكريمة وسلامتك وتعيش وصحة وهنا والله إنه يا شف على قلوبهم المنظر كله عم بحكي وبوصف المنظر اللي شايفينه طبقوا هاي الوصفة اليوم هي سهلة جداً عشان إبراهيم طبقوا عشاني بس يعطيكم العافية جميعاً ويسعد قلبك يا رب وهيك بيكون خلص طبق كورما الدجاج من شمال الهن طبق شعبي تقليدي ولكن هم أكتر ما يميزهم البهار والبهار كيف إحنا بنعمل من البراري بنطلع بهار الحندقوقو من هالقصص وهم برضو بيعملوا بهارهم من أعشاب خاصة بتطلع في المنطقة ومن مكان لما كان في جميع أنحائل هن بتختلف النكهة يعني زي ما إحنا عنا كل محافظة إلها نكهة إلها طابع إلها نمسة مئة بالمئة نعم تمام إحنا جاهزين يلا صديقي أحط رشة بقدونس على الخبز بهذا الشكل نعم بس وبتقدمها ستساخنة باردة بتحمصيها من بره هاي فطور تقرش هيك عشان من جو هي هشة كتير طيبة فعل وهاي فلفل وهاي فلفل شيلي مثلا ممكن نحط شوية بندورة وهيك منكون إحنا خلصنا خبزة اللي هي خبزة سفنجية بالموزرلة والبقدونس والتوم بالإضافة إلى إبراهيم سوينا كورما الدجاج من المطبخ الهندي وتحديدا من شمال الهند بدي أوضعكم وإن شاء الله بنلاقيكم بكرة على خير وسلامة وأطباق سيفون سمك بس شي بسيف رح نعمل صينية سمك ابعظمه بالفرن استنونا غدا إن شاء الله باي باي شكرا لك شيف شكرا لك شيف شكرا لك تركتي الخبزة بالصينية الأصلية تحت الفرن والله أعرف زوائك مشان هيك أنا من محبين أن الضلب الصينية لها طعام غير شكرا لك شيف شكرا لكل أشخاص اللي تابعونا اليوم بحلقة يوم الأثنين من يوم جديد دائما نسعيدين بمتابعتكم إحنا هون موجودين عشان نقدم لكم الأفضل عبر شاشة التلفزيون الأردني الشاشة الأولى شكرا جزيلا إلى اللقاء في حلقة قادمة